موسيقى لقبت بجوهرة الشرق الجزائري وجوهرة المتوسط بونا أو عنابة إحدى أكبر مدن الجزائر سميت ببلد العناب لوفرة هذه الفاكهة في المنطقة وهي مشهورة أيضا بإنتاجها مشاهدين مرحبا بكم في هذا العدد من برنامج حكاية مسجد لمدينة عنابة عدة معالم وأثار تاريخية رومانية قديمة منها آثار هيبون المعروفة محليا بكنيسة للا بونا ومن بين أقدم المعالم في عنابة نجد أيضا جامع صالح الباي إذ يعتبر هذا المعلم الديني من المساجد الأولى التي أخذت الطابع التركي الأناظولي بالجزائر مما جعل هذا المسجد العتيق جميلا ومميزا من حيث الزوايا والأبواب والأقواس المزخرفة بألوان جميلة يقع المسجد في الناحية الشرقية من بطحة سيد شريط بمدينة بونا صرح إسلامي مميز بطراز عثماني ذو مأذن دائرية وقبة كبيرة حدودية الشكل ويتوسط جامع الباي باحث السوافة بالمدينة القديمة لعنابة بالقرب من مسجد أبو مروان الشريف والذي لا تفصله عنه إلا بعض الأزق الزيقة والمتلاسقة تعود تسمية هذا الجامع إلى صالح باي بن مصطفى المولود بإزمير الشرقية والذي كان بايا على حامية قسنطيناء والمعروف بإنجازاته المعمارية الفريدة من نوعها كالمساجد والجسور والمدارس التلطير من صفح買دو م Илиры المساجد والمشاركة كبيرة المدرس الصحيح cómo وهو الذي أمر ببناء مسجد في وسط المدينة العتيقة باعتبارها آنذاك محجاً لعلماء الأندلس بالجزائر تم تدشين الجامع عام 1792 في عهد الخلافة العثمانية كما توضح في تلك النقشية المعلقة في الجدار الموجودة حالياً بشارع القاضي وكان ذلك أيام قليلة قبل مقتل صالح البي من طرف حسين باي بن حسن بوحنك أي قتل قبل تدشين المسجد لكن في بعض الروايات تقول أن المسجد تم تدشينه من طرف صالح البي الذي حمل اسمه منذ البداية وتم اغتياله بعد 19 يوماً من تدشينه للمسجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان لصالح باي شعبية كبيرة وسط السكان الذين تأثروا كثيراً لاغتياله لأغراض سياسية في ظل الأوضاع الداخلية المطاربة فلبست النسوة الأسود حزناً عليه وإلى يومنا هذا ما زالت الموسيقى والأغاني التراثية الجزائرية تتضمن رثاء لهذا الحاكم بعد تلك الحادثة ومع قدوم الباي مصطفى الوزناجي على رأس بايلك الشرق حدثت تغيرات حيث حذف اسم صالح البي ليصير جامع البي فقط كما غير شكل المبنى إذ أنه في سنة 1796 ونزولاً عند رغبة الجالية التركية بعنابة التي ظلت تطالب احتكار الجامع منذ بنائه فأمر الباي مصطفى الوزناجي بهدم المئذن المغاربية النمط التي ترمز لثقافة محلية للسكان وأصدر قراراً يسمح للأتراك فقط بالدخول للمسجد وظل هذا القرار حتى في عهد الاستعمار الفرنسي اشتركوا في القناة احتل الفرنسيون مدينة عنابة لعدة أشهر لكن الحامية العثمانية والمواطنون تمكنوا من طرد القوة الفرنسية وكان هذا عام 1830 لكن الاستعمار الفرنسي لم يرضخ لأمر الواقع والذي عاد إليها عام 1832 واحتلها كاملاً بقوة بحرية قوية موسيقى 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 شكرا 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 قام الجيش الفرنسي بمحاولة الاستيلاء على جامع البي قصد تحويله إلى مستشفى عسكري فرفض هذا الحلفاء من الأتراك واقترحوا مكانه جامع أبو مروان كبديل فقبيل المستعمر والامتصاص غضب السكان الأصليين لمدينة عنابة سمح لهم بصلاة في جامع البي من جديد شكرا حاول هذا الأخير طمس هذا المعلم لكن بسالة أهل بونا تمكنت بثنائية العلم والسلاح من إفشال مخططات المكيرة للاحتلال الغاصب الفرنسي إن الزائر لهذا المسجد العتيق يظهر له للوهل الأولى كأنه اختصر المسافات وزار مساجد الأندلس العتيقة حتى النعورة التي تتوسط الجامع تتميز بفسيفسة فريدة من نوعها فهي مرصعة بماء الذهب الخالص وممزوجة بزخرفة إسلامية لا نظير لها في العالم الإسلامي يتحول مسجد الباي في شهر رمضان الكريم إلى فضاء ديني خاص بحلقات الذكر وتعليم القرآن ومحج لبعض علماء الأزهر والزيتونة بتونس كما أن العديد من المصليين يقصدونه لأداء الصلوات مثل التراويح وهناك أيضا من العائلات العريقة تقيم فيه الحفلات الدينية وتوزيع الصدقات على المحتاجين وتقاسم الفرحة مع الأيتام ويبقى مسجد صالح الباي رغم مرور قرون على تشييده واقفا شامخا يتكلم عن عراقة وأصالة فترة ماضية من الماضي الجميل لمدينة بونا أو عنابة وقد صنف هذا الصرح الديني كتراث وطني ذمن القائمة الوطنية للمعالم الأثارية نظرا لقيمته التاريخية نظرا لقيمة الوطنية لقيمة الوطنية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر